سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة بشكر رب جدا من أجلكم وأيضا بشكر رب النهاردة بالذات من أجل هذا المنبر على قناة الحياة برنامج المرأة المسلمة اللي بيدي صوت لكل ست بيدي صوت لكل امرأة تتكلم بحرية وبيسمح لنا بمجال للتعبير واستخدام الحقوق والمواهب اللي ربنا ادهلنا اللي ربنا باركنا بيها وهنا أنا يعني هنا بقعني بالذات المواهب اللي ربنا اداها للمرأة كجزء منه كخلقته كبنته وكجزء من بناء الأسرة والمجتمع بنرحب هنا على البرنامج ده بالذات في برنامج المرأة المسلمة بنرحب بصوتكم أفكاركم اعتراضاتكم أسئلتكم رجالة وستات بس هنا لأن البرنامج ده للمرأة المسلمة فده بيعبر عن صوتك انتي عن قدرتك انتي على أنك تعبري عن الحرية والمعارفة والمحبة والأسئلة والمعاناة وكل ما يعني أعطاك يا الله انك تعبري عنه بحريتك لأن المسيح ادا لنا اختيار وحرية ومسؤولية والتلاتة مرتبطين ببعض احنا نختار ان احنا نعبر وعندنا حرية ان احنا نعبر وعندنا مسؤولية تجاه الله أولا وتجاه من حولنا ان احنا نعبر بصورة مسؤولة ونواجه بصورة مسؤولة علشان كده من خلال المنبر ده بنتكلم ونبشر ونشهد ونغير ونتغير كل يوم حلقة النهار ده بقى عن او عنوانها هو النساء والصمت الحقيقة دايما وانا باشاهد اللي بيحصل في المجتمع حوالينا سواء كان في الشرق او في الغرب في حاجات كده بتلفت نظري قصص معينة بتلفت نظري تخليني اشوف صورة اوسع لاثار او القصة دي نتجت عن مفهوم عن هل هي عن فكرة في العرف او في الدين او في الثقافة او فاهمين قصدي انا اقصد هنا انه النتائج اللي بنشوفها في المجتمع من تصرفات الناس مع بعض وشكل الحياة دلوقتي فيه وراها افكار مهمة بتغير اتجاهاتنا لو عرفنا مصدرها ايه وصحة ولا غلط اوكي فمن ضمنها انه فكرة ان النساء عبر التاريخ فرد عليهم الصمت متوقع منهم الصمت فكل اللي بيحصل في مجتمعاتنا وفي العالم اللي حوالينا النهاردة له علامات على الحياة الخاصة والعامة والعامة في الحياة الخاصة والعامة بنقرأ العلامات دي من خلال اذا كان المجتمع مجتمع صحي صحيح منضبط او مجتمع مريض فانشوف من خلال الظواهر بنشوفها في المجتمع دي بنشوف صحة المجتمع او مرض واللي انا هتكلم عنه النهاردة في موضوع صمت النساء ده مرض مرض في المجتمعات احيانا الشرقية والغربية بس انا عايزة اجيب الاصل بتاعه في الثقافة الدينية ايه الحياة المرض ده موجود من يعني قديم الزمن وقديم جدا قدم قصة الخلق نفسها وهنشوف ازاي بعد شوي اجبار النساء على الصمت واخفاء قدرات ومواهب الرب اللي اوضعها فينا وهبهلنا لاننا جزء منه دي مشكلة كبيرة ويعني مجتمعاتنا متأثرة بيها جدا النهاردة هاخد قصتين في داخلهم هتشوفوا موضوع صمت النساء وليه المجتمعات الغربية والشرقية بتحاول تسكت الستات فحلقة النهاردة هاخد قصتين من المجتمع الاسلامي هم مختلفتين تماما يعني لكن من نفس القاعدة القصة الاولى ممكن تقولوا عليها قصة يعني صغيرة مش مهمة اوي لكنها علامة وهي قصة عروسة كفر الدوار اللي حصلت من كم يوم عروسة تكلمت في فرحة والدنيا قامت ما قاعدتش وخلينا نشوف ازاي واصار ده على تفكير المجتمع ايه النقطة التانية او القصة التانية هو تطور هام جدا في احوال النساء في افغانستان بقالي فترة برائب احنا قدمنا يعني قصة دخول او رجوع عودة طلبان للقيادة في افغانستان وقفنا وسألنا ايه اللي حاصل وده هيغير حياة النساء ايه وتكلمنا عنه والنهاردة بنشوفه بيتحقق على ارض الواقع على عكس تماما ما وعد به طلبان العالم كله والنساء جوه افغانستان الرابط بين القصتين هو اسكات صوت المرأة لانه في القصة الاولى واحدة ستة قالت كلمتين في فرحها قلبت الدنيا لان صوتها ازعج الناس مش الصوت كصوت ولكن المعنى المفهوم الاثار كسر القواعد الدينية والاجتماعية اما في افغانستان فالتطور في اسكات اصوات النساء واخفاءهم هو عودة للاصول الاسلامية وهو عودة لما كانوا عليه قبل دخول امريكا وبعدين لما رجعوا تاني للقيادة ابتديني نشوف انه اول حاجات عايزين يهجموها هو التعليم والستات عايز احكيلكم قصة انا قلت من الاول انه اصوات النساء من العلامات الكبيرة اللي منذ بدء الخليقة شايفين انه فيها مشكلة مين اللي عمل المشكلة دي انا رأيي لو بصيت للاصل خالص هتلاقي انه اللقاء الاول بين الشيطان وبين حوة والكتاب المقدس بيورينا ازاي الشيطان خدع حوة وحوة اكلت وادم اكل وبعدين لما الرب جي تكلم معاهم فسأل حوة انتي عملت ايه فقالت له الحية او الشيطان خدعني فاكلت فهي كانت اول من ميز الشيطان بانه المخادع والى الان هو المخادع هو امكر الماكرين الموجود في حياتنا يعني تحت الجلد كده في كل مكان يهاجم المرأة دائما لانها طرر حقيقة وتقولها زماي من الاول هي ميزت ده فاصبح الصراع بينهم من البداية دي وبعدين يجي الرب يقول انه نسل المرأة يسحق رأس الحية ففي حرب دائرة ما بين نسل المرأة والشيطان اكي ففي قصة يمكن شفتوها في الف ليلة وليلة او هي مأخوذة عن قصة في التاريخ اليوناني او اسطورة في التاريخ اليوناني عن السايرنز اللي هم عرايس البحر العرص البحر دي هي خلط بين المرأة والسمكة وانه عرايس البحر دول في القصة بيقول كده انه هم نتجوا عن لعنة جات على بعض ستات وانه اصواتهم كانت بتسحر البحارة فتخليهم يدمروا المراكب ويفقدوا حياته في قصة السايرن دي جزء منها بيقولك انه صوت الست واغراء صوت الست الخلفية يعني بتغوي الراجل وتسحر الراجل وتخرجه عن قدراته فالشخصية الشهيرة اللي في القصة اسمها اوديسيوس اوديسيوس كان قائد البحارة دول اللي طالعين علشان خاطر يقوموا بمهمة معينة مش عايز ادخل في تفاصيل القصة لكن في القصة اوديسيوس علشان يوصل للجزيرة اللي هو عايز يروح عشان ينقص حد في الجزيرة دي قال للبحارة اربطوني على الساري وحطوا شمع في ادانكم عشان ما تسمعوش صوت اعريس البحر فتكملوا الطريق لكن هو كان عايز يسمع صوت اعريس البحر ويشوف ايه القصة يعني السر في انه البحارة بيفقدوا عقلهم الهدف من القصة دي هو كان متعذب جدا بقى ولو كان قدر انه هو يسمع البحارة صوته كان قال لهم شيلوا الشمع من ودنكو واسمعوا الاصوات السحرة دي وكانت المركب اتدمرت ده هذا في القصة لان اصوات الاغراء اللي بتطلع من صوت المرأة اللي هي في الاخر هتبقى خدعة خدعة ممكن تدمر اقوى القادة في هذا الوقت القصة مشابهة اوي للي شفناها عبر التاريخ اغراء اغراء النساء يستخدم واصوات النساء وجمال النساء يستخدم في دمار الرجال نفس الفكرة اللي قالها محمد انه انا ما تركت فتنة اللي بيتبعوه اكتر من النساء هي فتنتكم هي النساء قالهم كده واصبحت الفكرة العامة انه كل النساء كده فدي صورة موجودة في اصول الدين في صوت المرأة الاغراء وفي جمال المرأة دمار مع انه ده مش من مقاصد الله ولا هي دي خليقة الله الله ادى للمرأة صوت وللراجل صوت وفي المعنى الاعمق اللي اتنين ليهم اثر في العمل مع بعض الصوت يمثل الفكر الصوت يمثل القلب الصوت يمثل الاختيارات اللي اتنين ليهم نفس المستوى من التفكير والاختيار والقدرات لكن الشيطان شاور على المرأة وقال اوهوا تسمعوها ليه لانها كشفته والنهار ده انا بقول انه صوت المرأة ايضا يكشف مكر الشيطان في داخل الاسلام علشان كده المرأة مستهدفة علشان كده محمد اصر انه من خلال التعليم الاسلامي صوتك فكرك وجودك لا يوثق فيه فاصبح الصوت الصوت المرأة العذب يمثل اغراء ممكن يدمرك لكن في الجنة يقولك غنج حور العين واصواتهم وازاي بينغموا اصواتهم وانه ده من ضمن الحاجات الحلوة اللي هتستمتعوا بها فوق برضو صوت المرأة في الجنة اغراء برضو اكي ف ده عبر التاريخ كان موجود في قصة شهيرة برضو كتبها هانز كريستين اندرسون وهي قصة عروسة البحر الصغيرة The Little Mermaid اللي عملوها ديزني في القصة دي عروسة البحر كانت المفروض في القصة الاساسية يعني لو قريته القصة الاساسية هتلاقوا انتجاهها انه عروسة البحر دي كانت عايزة انها يبقالها روح زي الانسان كانت عايزة يبقالها نفس زي الانسان ف لكن هي يعني سمكة عايشة في البحر المفروض فقالت انا عايزة اروح اعيش على الارض مع الناس عشان يكون لها روح زي الإنسان وراحت للسحرة فالسحرة قالت لها تديني صوتك لسانك صوتك هو التمن الحقيقة أن القصة دي لها برضو خلفيات دينية أنه المرأة يجب أنها تضحي بصوتها علشان تقدر توصل للسماء في النهاية هتلاقي أن القصة بتتكلم على كده وده ملوش أصلك تابع على فكرة في الآخر المرأة في قصة هانس كريشتين أندرسون كانت نهايتها أنها فقدت صوتها علشان خاطر توصل لأنها يكون لها مكان في الأبدية لكن الكتاب المقدس ما بيقولش كده لأنه الكتاب المقدس إدى للمرأة صوت مساوي وعمل مساوي زي الراجل وأفضل ما نتكلم به هو كلمة الله والكتاب المقدس لم يأخذ دورك في الحديث بكلمة الله أبدا عبر التاريخ لقينا برضو أنه مجتمعاتنا بتقول أنه أفضل شيء من النساء هو الصمت أو الصوت الخفيد أليق بالنساء مثلاً الصمت في حياة المرأة يغطي على جرائم كثيرة يقوم بها الرجال في حياتهم أو في حياة المرأة اللي تسكت صوته وتخبيه تسكت الصوت وتقول لها الصوت عورة وتغطيها فما يبانش اللي أنت بتعمله فيها فما تقدرش لا تشوف اللي بيحصل لها ولا أنها تشارك بقصتها خلينا نربط اللي أنا بقوله ده باللي حاصل في القصص اللي حقدمها لكم النهاردة خلينا نشوف قصة عروسة كفر الدوار أنا عايزاكم تشوفوا الفيديو اللي جاي الفيديو اللي جاي هو بالضبط الدقيقة أو أعتقد أنه أقلم الدقيقة الكلمتين اللي قالتهم البنت في حفلة كاد بكتبها يا لسه اللي دخلت ولا تجوزت كاد بكتبها مخطوبة بقالها سنة وده كان كاد بكتبها عائلت العريس وصحابه وعائلتها وصحابها موجودين وبيكتبوا الكتاب والبنت قالت كلمتين تعبر فيهم عن اللي في قلبها خلينا نشوف أنا عادة تقول كلمتين يا بس الهنان أنا وذكف ربنا وفيك أنك أبقل خير الزوب والسنة والصاحب ما تنمتش فيه وإن أنا قتلتك بل بالعبس كلمتين فأعظم وأحسن من قصراتي وقتلاتي الحالة هي أولا نبتدت بأنها تقوله أن أنت أعظم انتصاراتي في حياتي وأن أنت أحسن حاجة حصلت لي في الدنيا وأنه نفخت فيه وعبرت عن نفسها فرحانة بجوازتها وفرحانة بالعريس والبند الحقيقة معبرة هي عندها قدرة عن التعبير كويس وبعدين قالت له زي ما حشيل أهلك في عيني أنت كمان شيل أهلي في عينك لحد دلوقتي كلام ما فيهوش أي حاجة يا جماعة هي بتقوله أنا حشيل أهلك في عيني أنا بحبك وأنت أعظم انتصاراتي وأنا هشيل أهلك في عيني بس عايزة أقولك أهم واحدة عندي هي أمي أمي ثم أمي ثم أمي وراحت أهلاله حديث عشان بتفكره أدي الأصول وهينقتلوا أبويا كمان الحقيقة أنه اللي تكلم قبلها كان أبو العريس قالهم اسكتوا يا جماعة العروس عايزة تقول حاجة أبو العريس هو اللي قالها تكلمي هي مش محتاجة يعني أنا عايزة أقول أولا البنت مقالتش أي حاجة غلط عبرت عن نفسها وعبرت عن إحساسها من حقها تعبر عن إحساسها برا جوه في الشارع في أي حتة انتوا ملكوا لكن الشكل في تعبرها أو تعبرها حتى من غير أي شكل يعني في ناس مثلا هي بتتكلم رفع أصبعها كده ففي ناس عملوا دايرة على أصبعها ووقفوا الصورة وقال له شوف يعني دي هتوريك وهتعمل فيك تعليقات بقى تعليقات الناس بتعبر عن نظرة المجتمع لمكانة المرأة إيه انت مين قالك ان انت ليك حق تتكلمي ولا تعبري ولا تطلبي ولا يعني بتتكلم بإيديها زينا كلنا كلنا بنتكلم بإيدينا على طول مين في مجتمعاتنا الشرقية مبتكلمش بإيديها بس رفعت صبعها الناس بقى كلها وقفلوا على الوحدة ورفعت لك صبعها هتعمل فيك هتعمل ليه ما قلتش حاجة يعني بتقول أمي ثم أمي ثم أمي حديثة هو صلى الله عليه وسلم معترضين على إيه اه معترضين على إيه شايفين انها بنته ممكن تكون قوية بتعرف تتكلم قدام الناس مش مكسوفة ومقالتش كلمتين كل الكلام دا يناقد ما يقوله المجتمع بس مش بس المجتمع الدين كمان الناس بقى والتعليقات والشيوخ يعني أنا مصدومة في كم التعليقات على فيديو أقل من 30 ثانية وبنت ما قالتش أي حاجة إلا كلام جميل يعني هي قالت بصراحة كلام جميل انت كويس وانت أحسن مش عارف إيه وانت نفخت زي ما قد ما قدرت كلام دا كله هيتمزح بأستيكة وهيفضل إنها اتكلمت وقالت أنا بشترت عليك كزي ما قالتش كده ولكن دا من شروط العقد ولا أي حاجة مع إنه الشرع بيقول إنها من حقها تحط شروط للعقد بس يجي الشيوخ بقى يقولوا لك إيه لا الكلام دا بينك وبينه الكلام دا قبل العقد الكلام دا تقولوه ما تنشرهوش دا ما ينفعش يكون من شروط العقد مثلا يعني شيخ عبدالله رشدي طلع بقى وإيه وعملك فيديو 14 دقيقة بيتكلم على موضوع عروسة كفر الدوار في بداية الفيديو استشهد بإيه قال المشهد دا بيذكرنا بعروسة الإسماعيلية وجزها ضربها قلم وبقت فضيحة في الشرع كله أحب أفكركم بمشكلة عروسة الإسماعيلية عروسة الإسماعيلية طلع من الكوفير ومش عارفة علت صوتها على أخت جزها فجزها وأخت جزها وقريبها ضربوها بالشلاليت ومش عارف إيه وفي الشارع اللي هي المفروض تتزف بيه وبقى جزها يشيلها زي العروسة الورق كده ويرميها جوه العربية تقع يرميها تاني جوه العربية وطلع الشيخ عبدالله رشدي يقولك يعني عيب برضو أصواتنا تطلع كده ومش عارف إيه وإنتو ملكوا واحد بيتكلم مع مراته في عروسة الإسماعيلية كان واحد بيتكلم مع مراته بس في البنت دي بمنتهى البجاحة ندد بأنها أنت زي تقولي تتكلم إزاي كلام ده مش في محلوك كلام ده تقولوه في بيوتكو الكلام ده وإنت مالك أي دين ده اللي يحدد للناس يقولوا إيه إمتى فين الإيمان يغير القلب فيبقى زي ما بيقول الكتاب كده من فضلة القلب النظيف الجميل حيطلع كلام جميل ونظيف وكتابي ومن عند ربنا لما يكون القلب متعفن ما فيهوش غير حكمة على الناس واستعلاء حيطلع منه عفن بس في قصة عروسة الإسماعيلية قالك جزها ضربها ألم حد يروح يتفرج بقى أنا يعني هتطلقوا الفيديو ده في حلقة عروسة الإسماعيلية لكن دي لأ تفتحي بقك ليه هي برضو عروسة الإسماعيلية ردت على أخت جزء أنت هتعلي صوتك وعندناش ستات ترفع صوتها تعالى كل حمام فاكرين؟ مهزلة المجتمع كله يرى أن صوت المرأة أو قدرة المرأة على التعبير يجب أنها تكون محدودة إذا ما عايز أقول حاجة أنا من زمان كان بيزعجني جدا تروح السوق أنا كنت أحب قوي أروح السوق أشتري خضار بنفسي وأروح الأسواق الكبيرة التوفيئية كان في أسواق كبيرة كده في وسط البلد كان بيبقى فيها حاجات خاصة فكنت أحب أتماشى وأشوف الخضار وأشتري حاجتي بنفسي عادي والسوبر ماركت وكل حاجة تلاقي البياع بتاع الجرجير قاعد على الأرض وتيجي واحدة لابسة وشيك ونضيفة كده تنقي يقولها جري يا ولية أنت شلي إيدك اللي بيقولها يا ولية أنت دي دكتورة مثلا مدرسة أم ست بيت محترمة لكن بيع الجرجير اللي ما بيعرفش يكتب اسمه لأنه راجل يقدر يتعامل معاها بالشكل ده لأنه الست لا تقدر ترفع صوتها فيه ولا تقدر تقوله عيب كده ولا تقدر تتناقش معاها لا هي لازم هو يعلي صوته وهي تجري النظرة للمرأة في المجتمع الشرقي هي كده ليه؟ لأن للرجال عليهم درجة كل الرجالة بقى ليهم درجة على كل الستات وكل الرجالة اللي سمعت العروسة دي بتتكلم كلهم يعني معظمهم عشان كلهم دي مبالغة معظمهم قالوا إيه ده وإزاي ودي هتركبك ودي مش عارف إيه والتعليقات بقى التعليقات يعني ده دي بس البداية وهتعمل فيك كذا ودي أصلها كذا وشتايم حاجات كبيرة خلوا العريس اللي كان واقف مبتسم ده وكويس وبيضحك وكده الجنن بعد كده بعد كده هتشوفه بقى هو قال إيه؟ بس خلينا الأول نشوف الشيوخ قاله إيه؟ الأفضل روش دي في الآخر علشان يعني يكسر نفس العروسة دي يقول أنت جاية تعملي شو قدام صحباتك شوف يعني شوف قلة الإنسانية وحقيقة قلة أدب بصراحة واحدة عبرت عن مشاعرها تقول أنت جاية تعملي شو قدام صحابك أنت إنسان المفروض أنك تكون شيخ وعندك قدرة على أنك تصلح المفاهيم الخاطئة في المجتمع أنت مفهومك عن مكانة المرأة صادر من أفكار متعفنة بصراحة نشوف الفيديو اللي جاي بقى تعبير الشيخ مبروك عطية الحقيقة تعليقاته على الموضوع ده جابت لب الموضوع ليه المجتمع متدايق وليه الدين متدايق هل الناس اللي شافت موضوع عروسة الكفر الدوار دي قالك يعني يا أعرفنا تقاليدنا مش عارف إيه هل هو العرف والتقليد ولا هو الدين اللي ربكو على كده خلينا نشوف العروسة المأزون قاعد والحضور قاعدين وتتشرط على عريسها قبل ما طمضي ما عندناش نظرة صحيحة لأمور الدين أمر الدين في هذا الشأن إن دي ساعة العقد فلا يقال فيها غير صيغة العقد لو كنا عارفين ربنا لو كنا حريصين على رضاء ربنا إحنا متجمعين ليه أقسم بذات الله عشان كل متين اتنين زوجت وقبلت طيب هو جاب لك من الآخر ساعة العقد ما يتقالش فيها غير صيغة العقد دي القواعد الإسلامية وده قواعد الدين نفس الكلام قالوا عبدالله رشدي ونفس الكلام قالوا شيغتانين إحنا مش مجتمعين عشانك إحنا مجتمعين عشان العريس يقول قبلت وزوجتك أبوها يقوله أنا جوزتك بنتي فالعريس يقول قبلت هو العقد كلمتين زوجتك فقبلت وخلاص والبقيين أي حاجة بقى دخلة في مفهوم هذه الشركة اللي بتحصل ملهاش دعوة خالص أو لازم تخرج عن إطار العقد اللي بيكتبوا بيط مديدة شوفوا يعني يعني على الأقل على قد ما أنا يعني كنت بشوف زمان بيت بتحصل في الأفراح مثلا العقد ده بيحصل يتمضي على جنب في الجامع حتة الجامع دي ظهرت في الأهم الأخيرة كان المأزون يجي البيت يمضي العقد والناس تمضي وخلاص ويمشي ده كانت تعتبر حاجة قانونية حتى ما هياش دينية لكن التعامل بقى ما بين الأسرتين والترابط ما بين الأسرتين والتعامل الزوج مع الزوجة والتعبير عن مشاعرهم ده شيء يعني ما عمرناش ما عمرناش كنا بنشوف انه حاجة يعني لازم يكون لها ضوابط معينة وإمتى تقول ده وأما تيجي تيجي في الخطوبة تقول شروطك ولا ما تقولش شروطك دي مشاعر ده كلام عن أسرتين حيندمجوا لكن للأسف في الإسلام المسألة مش أسرتين حيندمجوا لا ده راجل وست في بينهم عقد إطار هذا العقد ممكن ينتهي في أي وقت وينفصله في أي وقت وما فيش أي ترابط بين العيلتين الترابط اللي بين العائلات ده بنشوفه في المجتمعات المتحدرة الرقية اللي بيعتبروا العائلات بقوا امتداد لبعض من خلال ترابط عائلتين في الزواج المسيحي لما العائلتين بيقعدوا مع بعض ونما في حفلة الجواز العروسة والعريس اللي اتنين ممكن يقولوا البعض أو يكتبوا البعض كلمات تعبر عن محبتهم وعن أملهم وعن أحلامهم عن ترابط الأسرتين وهكذا لأنه ده في بلاء متكامل لعيلة متكاملة وبقوا اللي اتنين امتداد لبعض ما بقاش في حاجة يعني لو لو العريس مثلا عنده ابن ولا ابنة العروسة تقول ده ابني لأنهم من خلال الترابط حيبقوا اللي اتنين عيلة واحدة أمك أمي تعامل بهذا الاحترام لكن هنشوف دلوقتي أنه ده ما بيحصلش في من خلال الزواج الإسلامي انتي لازم تلتزمي بالعقد يعني لو كان الراجل بس السؤال لو كان الراجل هو اللي قالك كلمتين دول كان فيه أي حد هيلتفت للموضوع كان ده هيبقى ترند زي ما بيقولوا احنا بقينا ترند لا بالعكس كان هيتقال عليه أم راجل صحيح شوف وراها النوم أهم أي أهم منها أه وده البر بالأمهات ومش عارف إيه مش كده لكن الست تفتح بقها ليه فكرها وصوتها وحريتها حريتها الصادرة أو الناتجة عن هذا الصوت أزعجتكم فبقى الموضوع سكوتي خالص ويزودتك وقبلت نشوف بقى بقيت رأي الفيديو اللي جاي الشيخ عبدالله رشدي أمساري مبروك عطي هي شهوة كرام عيدي قالت كلمة ليس هذا وقتها ما خبر يسود الميل هو أحنا بنجوزه عشان يحط أهلك في عينه وبعدين أمي ثم أمي ثم أمي ده أنت مش هو أوكي هو بيقول كده أمي ثم أمي ثم أمي ده أم كنتي مش هو ده حاجة تخص كنتي وده اللي أنا كنت بقوله إنه ما ينفعش تقول إنه أمك بقت أمي وارتبطنا ومش حال ما ينفعش الفصل باين في العيلة وكل حاجة لها وقتها لما أما بنقول لما نلقي نظرة عامة على تصريف الإسلام لحياة المسلم والمسلمة نجد إنه فيه ضوابط ما اسمهاش ضوابط لأن الضوابط يعني الضوابط يمكن إنها بنحتاجها في حاجات كتير نتعلم منها لكن فيه قيود على اللي تقوليه واللي ما تقوليهوش وإمتى تتكلمي وإمتى متتكلميش وبقت بقت أغلال تقيد الإنسان علشان يبقى يبقى ما يعرفش يفكر ما يعرفش يبقى عنده حرية يختار ما يشوفش صورة أفضل فللأسف المجتمع ده مش قادر يشوف الصورة أفضل خلينا نشوف اللي بعده الفيديو اللي بعده ما قالش حماتك نبقى لأمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ولو الرجل سأل تاني كان قال له ثم أبوك ولو الرجل سأل تاني قال قال له ثم أبوك ولو الرجل سأل رابع كان قال له ثم عمك عمتك كان يبدأ كما بدأ القرآن الكريم بعمتكم قد كان هذا قبل أن يأتي المأذون المأذون جاي يبصم ويلزأ الصور ويتأكد من المعلومات والبيانات ولو كان مأذونا مسلما لقال له قل حاج زوجتك الرجل وكيلها يقول له زوجتك يقول لي يا عريس قبلت زوجتك وقبلت أوك بص بقى لو كان يعني هو حتى لأن الستة دي اتكلمت حتى المأذون اتهزأ حتى المأذون اتهزأ لو كان المأذون ده مسلم هو في حاجة اسمها مأذون مسيحي بيعد لمسلمين لا هو بالتريع على المأذون ليه انت لو كنت راجل المأذون ده كان قال لك التزم قول زوجتك وقبلت وقال لك وليها هو اللي يجوزها وكل ده ودي دي شروط يعني الضوابط اللي بتربط المجتمع ده هي ضوابط دينية شروط العقد في الاسلام هو انك اسمها ايه الاجاب والقبول والاشعر اكي ده دي شروط لكن انت هتطلع عن ده لا ما ينفعش بس لو كان الراجل هو اللي تكلم ما كانش برضو الشيخ مبروك عطي عمل لها فيديو 15 دقيقة ويقول لها قابلته وشهوة كلام و ما تتكلمش ليه فرحة فرحانة بتعبر على نفسها البند تكلمت مع الاستاذ عمراء قديم وقالت له كسروا فرحتنا كسروا قلبنا طبعا لان هي اللي تبهدلت في الموضوع ده كله بنشوفها بفستان الفرح على كتف امها ولا حد بتعيط على كتفها اتهزات في ساعاتها لانها اتكلمت لانها عبرت وما قالتش اي حاجة غلط عمراء قديم قال لها في وقتها بنتي ما قلتش حاجة غلط ده انتي قلت كلام جميل فقلت طب انقذني جب لي حقي لان الناس مش عايزة تسكت الناس معتبرة ان الست اللي بتتكلم بتهدد تهدد سلطان الرجل في واحد شيخ طلع عمل فيديو وقال لك شوفي الراجل هو لي القوامة ولي الافضلية حسب الدين فانتي ما تتشرتيش عليه وطبعا انتي ما كانش اصدق وكل حاجة وبيكلمة بمنتهر يعني وانتي ما كانش اصدق وكل حاجة بس ايه يعني برضو الراجل ليه مكانة افضلية عند ربنا ما ينفعش انك تعملي فيه كده ما ينفعش ان انتي اللي تتشرتي عليه نشوف بقى الفيديو الاخير للدكتور مبروك عطي قبل ما نشوف الفيديو الاخير طب خلس كم مش حماتك هو النبي عليه الصلاة قاله حماتك ثم حماتك ثم حماتك دين جديد دين فرق علوس الدين الخالي من العلم فرق علوس نصيحة مني يعني هو يجوزك من هنا واختك عايز تروح الشغل بدل ما تسيب ابنها في حضانة تدهول ربي وانتي تاكل زلط لو لقيت الزلط اليام عشر الباب قد كان هذا قبل فتح الباب الوعد ده قبل الباب ما يتفتح قبل المقزون ما ييجي الفيديو ده فيه جزئين مهمين هو قاعد يقول له أمك وعملي التاريق عليها ما قالوش حماتك وكده يعني وراح رابطها بايه الدين ده دين جديد اللي انتو بتعملوه ده دي حاجة جديدة دين جديد بالزبط كده زي أفلام بتاعوا الإسلاماء والشايماء والكلام ده انهم يقاتون بالدين الجديد وكده فدلوقتي يشيوخ عندهم رعب انت هتفتحي بقك انت هتعملين دين جديد كله مرتبط بالدين الدين قال أمك ما قالش حماتك حماتك ما تخصكش يعني لو أمك وحما أمك وأمه هيروح لأمك ويسيب أمه لا طبعا الافتراضات دي يعني في منتهى التفاهة لكن بتوري القلب انه العائلة في الإسلام لا يمكن تكون عيلة لان الست دي ممكن تبقى طلقته بكرة وكل الناس دول ما يبقوا لش ليهم إيمة في حياته لا هي ولا هم حتى لو كان في بينهم عيال لكن فكرة الله بيقول ان احنا كلنا عيلة في محبة الله وفي جسد المسيح كلنا عيلة فأما تيجي بنتي ما بقولش ده جوز بنتي دلوقتي بقول أنا عندي خمس أولاد لأن اتنين منهم متجاوزين فبقينا أعضاء في عيلة صغيرة كلنا واحد كلهم ولادي وعائلاتهم تحترم وتحب وتقدر زي عائلات ولادي عائلتنا بالزبط لكن العيلة الأكبر ان احنا مرتبطين في جسد المسيح والأعمق بقى من كده انه المسيح بيقولك حب حتى الغريب حتى الغير مؤمن حتى اللي برة عائلة المسيح لسه حبه عشان يشوف محبة المسيح فييجي عشان يدخل في امشي في الطبور انضابط احفظ مركزك هكذا هو الإسلام احفظي مركزك كان اسمها ايه مش فاكرة بتاعت فؤاد المهندس دي وبعدين حكالهم قصة بقى بكل ما سبق انا عايزك وتنتبه للقصة الان قالك انه مش عارف ايه احمد شوق يخد من مين وكتب القصة بتاعت عشة الفراخ اللي خبط على بابها التعلب وقال لهم انا بردان مش عارف ايه دخلوني فالفرخة دخلته وانا وعدكم مش هكلكم وكده فالفرخة دخلته فجي كلهم فقال له الله انت مش اشتركت ان احنا انت مش هتكلنا وانحنا دخلناك على الاساس ده فقال لهم يا معشر الالباب قد كان هذا قبل فتح الباب قبل المأزون ما ييجي وهنا تأتي الصورة الحقيقية لما يحدث داخل هذا العقد اللي انتو بتقولوا عليه بمجرد دخول المرأة في هذا العقد لا يصبح لها صوت ولا يصبح لها مكانة ولا يصبح للشروط قيمة حتى شرط انه ما يتجوزش وانه مش عارف ايه وانه يقول لها قبل ما يتجوز الشيو على الملأ بيقولوا لا ده ما ينفعش مش شرط وده ما يفسخش العقد بيقولوا كده على الملأ بيقول لا مش عزم يقولها هتجوز بره يقولها ليه مثلا يا معشر الباب قد كان هذا قبل فتح الباب قبل ما يجي المأزون قبل ما تدخل برجلك الاسلام فاكرين لما الشيخ حكالنا مش فاكرة كان الشيخ مين ممكن حسان يمكن مش قادرة فتكر حكالنا قصة الراجل اليهودي اللي قال له الاسلام وانا مش عايز ادخل الاسلام هو الحاجة الوحيدة بس ان انا بحب اشرب خمرة فقال لا لو ما لو اشرب خمرة ما يجرى ش حاجة دخل اليهودي الاسلام فجي يشرب فقال لا خلاص ما تقدرش تشرب انت مسلم فقال له ما انت قلتلي قال له لا ما هو دلوقتي انت مسلم تشرب هتقيق عليك حد ولو ارتديت تتقتل خلاص بقى بخ مسيادة الاسلام مسيادة لنفوس الناس لانها مسيادة الشيطان اللي من الاصل كان يجب انه لازم يركز على المرأة خليني ارجع اوريكو بقى الصورة الحقيقية دي بتاعت يا معشر القلباب قد كان هذا قبل فتح الباب الراجل العريس اللي انت كنتوا شايفين وواقف وبيضحك ومبسوط وكده شوفوا بقى هيقول ايه بعد بعد ما بقى ترند خليني نشوف الفيديو اللي جاي يعني اول واخر مرة تنزيلها حاجة زي دية الموقف واحد اللي تقتزارة والشكيمة والاهادة اللي انا خدتها برضو ملاش ايه لازمة هي دي اللي دقيقتني انا صحابي امرانو علي يعني فيه صحابي فيه واحد قال لي مسلا ماينفعش يا ما قالتش حاجة غلط عشام برضو والعشام في الاخر قلب بحاجة ملاش اي لازمة اه هو العشام هو ده عشام زيد عن اللزول وانا خدتها لما هي نزلته يعني انا لما شفت الموقف دي طفلة يعني مش فهم اي حاجة ومش درجة لليه عملته عشان كده انا مش هحسيبها عشان هي لو درجة لليه عملته انا هحسيبها وعمتا هي انا نزلش حاجة غلط طب ماشي والفيديو هي فعلا ما فيش حاجة غلط بس تمام هي بتوسيني ومن باب الحب بس من باب الزو ان هي لما تنزل حاجة تقولي شايفين الفرق بين طريقة كلامه وطريقة كلامها اولا يعني حتى الكلام العربي مش عارف يقوله يعني يقولك ايه قصد دي طفلة يعني هي مش درجة اللي هي بتقوله او اللي بتعمله يعني ايه درجة دي اي قصد يقول مش مدركة وقررها بنفس الطريقة ولو شفتوا الفيديو الاطول هتلاقوا هو نفسه ما بيعابش تكلم عربي والبنت اللي اللي تكلمت بمنتهى الطلاقة وبمنتهى الحرية وبمنتهى الفرح وبمنتهى المحبة بس دي طفلة مش فهمة حاجة بتشوف منظرها وهو قعد بيتكلم عنها وانا قلتلها ومش عارف ايه انا بتعجب يعني باي سلطان هل هو سلطان محبة سلطان فهم سلطان تعاون اي سلطان اعطي لرجل زي ده انه يهزأ بنت زي دي واحدة عندها 23 سنة بيقول عليها طفلة ومالها تبقى امرأة امتى واحدة انسانة كاملة فهمة امتى بتشتغل ايه انا بشتغل في العربيات يعني ممكن يكون مش متعلم اصلا ما يجراش حاجة الناس اللي مش متعلمة بتثقف نفسها وتغير نفسها في ناس كتير مش متعلمة وعندها من الحكمة والقيمة والقدرة على التعامل مع الناس في المجتمع بشكل رائع وجميل جدا لكن هذا الرجل في المجتمع ده الاسلامي عنده سلطان من اله انه يسيطر على حياة هذه المرأة فتصبح زي ما قال محمد اسيرة عوان لانه في يده كل السلطان وهي صوتها عورة ومش عارف ايه جينده لها يقول يا احمد ومش عارف وهي ما عندوش لحمد ولا عندو محمد اسمها يروح وصوتها يروح والبنت كانت فرحانة وبتقوله انه انا وحيدة امي وابويا يعني وبحب امي وابويا وقالت كده انا انا فرحانة بي وبشجعه ومش عارف ايه بصيت كده حوالي لقيت امي وابويا بعيطه يعني انا بنتهم الوحيدة فكنت عايزة اقولهم ان انا بحبهم برضو منتهى الرئة والتعبير عن المحبة لكن في مجتمع لا يرى ان للنساء رأي ويرى انه مجرد تعبير عن عن رغبة معينة في حياة المرأة تهديد لامكانيات الرجل فتح عينك واطبح القطة من اول يوم ويبان هنا بقى اللي قاله الشيخ مبروك عطية يا معشر الالباب قد كان هذا قبل فتح الباب قبل المأزون ما ييجي بعد المأزون ما ييجي هو ده شكله لازم نفكر بس لازم تفكري في امكانياتك انت اللي ربنا ادهالك واتفكري في الحياة اللي ربنا عايزك تعيشيها معاه والحرية اللي هو عايز يديهالك والحرية الروحية اولا اللي تعرفك الاله الحقيقي مش المشتكي عليك اله الاسلام هو الشيطان نفسه المشتكي على الانسان الماكر الذي ميزته حواء وقالت له انت استخدمت المكر واعتني بالمكر عايز اتكلم سريعا في موضوع افغانستان لانه الحقيقة ده برضو من ضمن عايزاكم تسمعوا اللي بيقولوا استدتدي الفيديوهات هي بالانجليزي فانا حقراها معاك وقلوكم هما بيقولوا ايه اسمعوا التعبير عن اللي بيحصل دلوقتي حصل تغيير جزري من في الشهرين الاخرانيين المدارس اتقفلت والبنات ما بقوش يقدروا يروحوا المدرسة اي حد فوق ستة ابتدائي الطلبان بياخدوا بيمنعوا الستات انه يكون معاهم تليفونات فيها انترنت فسمارتفونز ماينفعش يبقى معاهم سمارتفونز يبقى معاهم تليفونات مافيهاش انترنت او امكانياتها محدودة الستة تبقى ماشية في الشارع لو معاها تليفون بياخدوه يكسروه شهادات الستات مالية الدنيا بالموضوع ده في واحد من افغانستان تحدست معاه قريبا قال انه اهله بيقولوله انه الطلبان دلوقتي بيدخلوا بيوت النقص وبيفتحوا الدوليب وبياخدوا منها الهدوم المتمدنة يعني اللي فيها بانطلونات حاجات زي كده حتى الهدوم اللي بتتلبس في البيت ما بقاش ينفع لازم ازي الاسلامي الاسلام يسيطر على كل شيء في حياة الناس ولما يكون تطبيقه قريب جدا من يعني الصورة الاسلامية اللي عاش بيها الناس ايام محمد هكذا يبدو لانه الاساس فيه وضع على انه المرأة ملهاش صورة ملهاش صوت صوتها عورة شكلها عورة مكانها في المجتمع يجب انه ينتهي وهكذا وفي الاخر يعني ايضا كمان من الحاجات اللي بتحصل دلوقتي انه في افغانستان البنات في سن 12 بيبتدوا يشجعوا الاباء ان هم يجوزوا البنات على سن 12 مفيش مستقبل خلينا نشوف الفيديو اللي جاي الموزيع بتقول يرت وقت الصوت شوية دلوقتي احبار من افغانستان قرارات جديدة للطلبان بيقول اصبح النقاب هو الزي الرسمي للنساء في الاماكن العامة قرارات مشددة على النساء الان ان اي امرأة تخالف القرارات دي تعاقب ويعاقب ولي امرها بالحبس على الاقل لتلات ايام مفيش ست تقدر تخرج البيت برا البيت الى لضرورة قصوى وطبعا الناس اللي واقفين يقدروا يقولوا او الطلبان اللي في الشارع يقدروا بقى هم اللي يقرروا دي ضرورة قصوى ولا لا ما عنديش لبن للعيال لا استني جوزك مثلا ف لو لقوا في الشارع جوز هيتحبس وهنا تيجي المشكلة انتي بس ما انتيش قادر انتي خلاص قاعدوكو من المدارس ودلوقتي غطوكو ورجعتو تاني بقى للبتاع الازرع ده او الاسود اللي هو بس الشبكة على الوش وبقى دلوقتي القرار يهدد وليه الامر فاصبحت تاني ما تقدريش تتحركي من غير ولاي امر جوزك بقى خالك عمك او ما عندك هتعملي ايه دي بقى حاجة جديدة لسه الفيديو اللي جاي ده من CNN خلينا نشوف سريعا الفيديو هين دول ورا بعض علشان هعلق تعريق اخير بعده تفضل في الخمس شهور الماضية واتو الصوت شفايا بليز خاطرة احمد كانت بتقدم اخبار الصباح على تليفزيون تولو الافغاني وهي قناة حرة لكن صاحب القناة بيقول كده يمكن تكون دي المارة الاخيرة اللي تقدم فيها الاخبار بوجه مكشوف مدير المحطة بيقول كده انا الحقيقة كنت بفكر ان انا اقفل القناة لكن قرر ان المزيعات اللي هم عايزين يستمروا بعد تغطية وجوههم يستمروا ولمشا عايزين يستمروا ممكن انهما يجدوا اعمال مكتبية خلف الكاميرات الراجل القائد اللي في طلبان بيقول انه انا اسفل ده صاحب المحطة بيقول القرار الاخير هيكون للستان واحدة من المزيعات بتقول كده مش مش واضح لنا انهم ان كانوا هيسمحوا لنا بالاستمرار او لا وحتى بعد لبس النقاب ده مش واضح ان احنا هنقدر نستمر او لا ممكن يقولولنا ان اصوات النساء ممنوعة او عورة او انهم عايزين اه لانهم عايزين يمتعون من الزهور على الشاشة بالمرة لانهم بيخشوا المرأة المتعلمة امن بور مزيعة السين ان بتسأل القائد الافغاني انتو ليه عايزين الستات تغطي وجههم فقال لها ده قرار الوزارة ودي هي قواعد الدين الاسلامي خليني اشوف الفيديو اللي بعد بصوت الصوت لانه انا مش بعرف اقرأ الترجمة مع الصوت طيب خليني اقرأ لكم اللي تقال في الفيديو التاني بيقول كده انه الستات بيقول انه اذا الستات التزموا القائد الديني ده بيقول اذا التزموا بالزي الديني ممكن يروحوا يشتغلوا لكن لازم يلتزموا بالازياء دي وبتقول امان بور بتقول انه حتى في الجامعات البنات اللي كانوا بيروحوا الجامعات غيروا الزي بتاعهم وكان لازم يلبسوا كله اسود زي بعضه حتى الاشارب المتلون بقى ممنوع دلوقتي البنات او المزيعات بيقولوا احنا عايشين في حرب عصاب الكل خايف انه اللي هيحصل في المستقبل هيكون اقصى من كده بشكل اكبر كتير جدا المزيعات اللي جهدوا علشان خاطر يطلع صوتهم ويكبروا مجتمعهم ويعلموا ويبنوا مكان للمرأة في المجتمع اللي حققوه في العشرين سنة اللي فاتت ده بيتاخد منهم لانه خطوة خطوة الشرع الاسلامي بيقفل كل باب عليهم بيقولوا البنات احنا كنا مستعدين ان احنا نحارب القرارات دي وكنا عايزين ان احنا نحارب القرارات دي لكن من الواضح ان احنا بقينا قسرة لا نستطيع حتى الدراسة او العمل لماذا لماذا يخشى الشيطان من صوتك لان صوتك يحمل في قلب الله لان صوتك في قوة الله لان الله اللي خلقك علشان تكوني معين نظير شريكك في الحياة معين نظير الرجل في الإنسانية عموما مش لازم يكون شريكك في الحياة احنا دايما بنفكر الرجل وستي يبقى زوج وزوجة لا احنا شركاء في الحياة عموما المعين نظير الرجل في الكنيسة هي معين نظيره بالزبط في الكنيسة في جسد الرب لان الله اعطاكي مواهب مساوية لمواهبه تستخدم لمجد الله كما اراد الله فانا بصلي النهاردة ان صوتك يستخدم لمجد اسم الله وانه الحرية اللي منح ليك الله ينتج عنها قوة حقيقية تغيرك من الداخل فيرى المجتمع فيتغير وينجذب لمحبة الله الحقيقي انا بشكركم بصلي ان حلقة النهاردة تكون بداية لتفكير قليل صوتك مش عورة ولكن قوة الى القناة